موسيقى يا مساء الخير يا مساء الفل على كل اللي بيشوفونا وبيتابع برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى مفيش أجمل في الدنيا من العطاء العطاء في حد ذاته ده جمال مش أي حد يعرفه أنك تكون إنسان بتعرف تدي وده معناه أن أنت بتفكر في كل الناس اللي حواليك وشايل همهم وعايز تسعدهم يعني دايما الشخصية المعطاء دي أنا بفكر في بابايا وفي مامتي وفي أولادي وفي أخوتي وفي صحابي وفي كل اللي حواليه دايما الشخص المعطاء ده بيحرق نفسه كده عشان يسعد كل اللي حواليه وده شخص معطاء لكن خد بالك بقى اوعي يكون العطاء ده على حساب نفسك أو على حساب نفسك ورحتك وحقوقك يعني في الآخر ما تلاقيش تقدير وتقولي أنا يا ما ضحيت وفي الآخر ما حدش حس بيا وعشان كده قبل ما ندي بالزيادة في حياتنا ونضحي لازم نفتكر البوست الشهير اللي دايما بنقراه على السوشال ميديا لما تركب قطر التضحيات ها هتلاقي آخر محطة اسمها ما حدش طلب منك يعني بعد ما تضحي وتدي وتحرق نفسك وتحرق نفسك يتقلك انت اللي عملت كده والله ما حدش طلب منك تعملي ما حدش طلب منك تجيبي ما حدش طلب منك تصرفي في البيت ما حدش طلب منك تجيبي للولاد الحاجات اللي مش عندهم ما حدش طلب منك ما حدش طلب منك أنت أول ما بتقولي أنا ضحيت وعملت أنت بتقوليها اللي هو عايزة تقولي له أنا معطاقة ده أنا كنت بدور على ساعتك ده أنا كنت بدور على راحتك وكلك بتلاقي في الآخر والله ما حدش قالك تعملي كده وده في حد ذاته زي سكينة سكينة وحد رح جيه غرزها في قلبك حقيقة احساس صعب كده احساس صعب جدا عشان كده مهم جدا أن احنا نعرف إزاي ندي ونضحي من غير ما نيجي على حساب ساعتنا من غير ما نيجي على حساب راحتنا إزاي نحمي نفسنا من أي شخصيات بتحاول تستغل عطاءنا وتضحياتنا في شخصيات كده مصصين دماغ ومصصين تضحيات اللي هو تفضلوا يشفط منك كل حاجة حلوة أنت بتعمله دي شخصيات بتستغل العطاء أي شخص معطاقة سوأستة أو راجل تلاقي كده في حياته حد بيمتص عطاءه هنعرف الشخصيات دي إيه هنتعامل إزاي يعني أنا نفسي أبقى شخصية معطاقة بس من غير ما حد يستغل العطائي ده نفسي أبقى شخصية معطاقة وكريمة بس أحد يقول لي والله الله تضطر خيرك والله أنا عزيزي من غيرك مش عارف كنت أعمل إيه قد إيه أنت من وراء حياتنا قد إيه أنت أحلى حاجة في حياتي أنا أنا نفسي أبقى شخصية معطاقة بس أسمع كلام حالو ألاقي اللي في حياتي اللي يقدر اللي يقدر العطاء ده هيكون معانا في الستوديو ديفنا اللي هيكون معانا لدكتور عمر شليل استشاري العلاقات الأسرية وأنا أعرف منه أكتر هل العطاء ده ميزة ولا بقى عيب في الزمن ده هل العطاء ده ليه حدود ولا العطاء ده إزاي أدرسه يعني وفعلا يعني أنا وأنا بقول أدرسه هل فيه عطاء بيتدرس يعني فيه عطاء بيبقى بالورقة والقلم قدي إيه ومديش إيه أسئلة كتير بتدور في زهن أي حد ما يعطاء وخد على دماغه وتقهر وتجرح بسبب عدم التقدير لعطاءه ده دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نستقبل ديفنا في الستوديو خليكم معانا حسب التشخصات الأخيرة اللي موجودة في الجامعية الأمريكية اللي نعنيني بالدلال الإحصائي بتقول إن الأنمية أحد أشكال اللي بنسميها أو المعروفة بالمضاد للمجتمع أو ممكن نروح نحية الثاكوباتي أو المضاد للمجتمع لكن ما نقدرش نقول إنه هو مضاد للاجتماعي معين لكن نقدر نقول باختصار شديد جدا هو لفظ الأنمية فقط هو المصطلحة الصحيحة لها هي الأنمية لأنه في الأخير بيهب نفسه بيقدم نفسه بيقدم أهدافه على كل الناس أنا ثم أنا ثم أنا والآخرين اللي لا يعلم ما ينفعش أقول لإبني إنك أنت أنامي وما ينفعش ألصق لي هذه الوصمة أو أوصفه بأي وصف أولادنا لغاية سنة 18 سنة ما تكونتش الشخصية بتاعته وفي الأخير ليكتاسب شخصيته من خلاله خلينا أقول حاجة بسرعة كل واحد الوقتي بيأخذ بالله من جزء مهم التربية عبارة عن حب ومنهج تربوي بالحب على فكرة والاتفاق وشوية قواعد تربية بساطة جدا مش لازم تقرأ عشر تلاف كتاب في التربية ولا تاخد خمسين ألف نظرية مش مطالب منك الجزئية دي مطالب مننا باختصار شدير جدا تبقى فاهم حبة قواعد تربية وفي شوية حب وفي قدوة طيب إيه السلوكيات اللي إبني لو عملها يبقى آناني إنه هو مسلا تلاقي معا حاجة أخوه تمام وياخدها عنوى مش يسرقها إنه هو دي حاجته لأ أنا عايزها لما تكون حاجة مثلا صغرت عليه أو مش هيستخدمها ويعمل مشاركة مع أخوه ما بيرضاش يشاركها تمام وهينا نقول نفصل ما بين هل ده سلوك غيرة مثلا ولا سلوك استهواز وقت العقاب ووقت التفاهم هو غرعة علاجية زي ما أي حد بياخد مثلا بنقول مضادة حيوي فما ينفعش ياخد مضادة حيوي غير بساعات ودقايق معدودة ما ينفعش ياخده عمال على بطل فده يبقى خلينا نقول إن حتى في العلاج النفسي والتربية لازم يكون في وقت لما ابنك يدخل في حالة عناد في أي سلوك أو أي مشكلة ما تحاولش تنزله في حالة العناد تجاهلوا واسيبوا حتى في حاجة اسمه العقاب بالتجاهل ابنك دازم تاخد بلك إنك تتوعد معه أكبر عدد معين مش بس نصف ساعة لو أكتر أفضل مش بس ساعة لو أكتر أفضل في حالة حوار دافي اسمعه طول النصف ساعة اعمل له نوع من الإصغاء والتواجد التربية الحقيقة إنك تكون موجود مع ابنك تواجد حقيقي مش بس بجسدك لأ ده بجسدك وبمسامعك وبروحك وتعمل عملية الإصغاء تحس إيه اللي مفرحه وتفرح باللي مفرحه وتحس إيه اللي مزهع له وتحاول تلمي ألامه عشان يحس بوجودك معه وتكون إنت القدرة الحقيقية دي ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ومعينا بقى في الستوديو بنوارنا الدكتور عمر شليل استشاري العلاقات الأسرية واللي هنتكلم معه أكتر عن العطاء والتضحيات وزي نسعد اللي حولينا بس في نفس الوقت لازم نكون إحنا لسعدة في الأول أهلا بك يا دكتور عمر أهلا وسهلا زيكا من عملي الأخبار دايما لقاءتنا بتتجدد في وحكة أن ودايما موضوعاتنا مهمة وحساسة وشيقة إن شاء الله تنلقى أعجابكم وتنلقى أعجاب السادة المشاهدين إن شاء الله دايما لما بكلم دكتور عمر شليل في التليفون لما بيجي لي مشاكل كتير على صفحتي فمعظم المشاكل اللي أنا كلمتك فيها يا عمر عن العطاء يعني ست أعمال اتعيت وتحكي بقالي عشرين سنة بدي بدي وضحيت وبعت ورث بابايا وساعدت جوزي وقفت جنبه وعملت لولادي وفي الآخر سبني ورح لوحدة تانية بالضبط دا حقيق سبني وتجوز واحدة تانية أو في الآخر عيت وقعدت لوحدة وما لقيتش اللي قاعدت جنبي دا حقيق فالعطاء الناس المعطاءة دي أتلاقيها طول الوقت بتحب تسعد كل الناس اللي حواليها بس بتنسى نفسها دا حقيق ما تدينا إزاي جرعة العطاء المزبوطة بس دا غلط نعم مالأقول وحكي كفاية عطاءات مش أي حد نبديله العطاء ونبدي للناس اللي تستحق العطاء العطاء لازم يكون متبادل ما ينفعش أنا أدي للأدامي تضحيات وتنازلات وحب والأدامي بخيل في المشاعر ضعيف في العلاقة التبادلية ما بينه وما بينه ما ينفعش أنا أكون مستني وحجم توقعاتي من اللي أدامي يكون كبير وأنا في الآخر أرضى بأقل الفتات منه في المشاعر أو في الإنفعالات أو في الحب أو حتى في الماديات طب وهل في عطاء أعرف أيسه بالورقة والألم لا مش بيتقاس يعني أنا يقولك إيه حاول تدي قد ما تاخد أنا بحسها معادلة فشلة لأن عمري ما هعرف أدي قد ما باخد هو الموضوع بيكون بسيط بس إحنا بمضخمه وبنزود فيه الناس الحساسة واللي عندها مشاعر واللي عندها إحساس بتبقى عارفة ومتأكدة أن هي بتدي للشخص الغلط من الغلط للتوقيت الغلط ومع ذلك هم مستمرين أن هم يبدوا لأن تحت مسمى الحب يقولك أنا بحبه وأنا بديله في الحقيقة هي مش عطاء هي سزاجة ثلاثة غلط غلط بدي في المكان الغلط وللناس الغلط وللناس الغلط وفي التوقيت الغلط وفي التوقيت الغلط احنا دايما بنحمل نفسنا فوق طائطها مع الناس الغلط بنستهلك مشاعرنا وبنستهلك عاطفيا وللدرجة ان احنا نبتز عاطفيا مع الناس الغلط ليه؟ تحت مسمى الحب او العطاء او التضحيات دي سزاجة دا مش حب بس بجد الحب هو دا حب اكبر من كده الحب يعني عطاء يعني انا بحب ما بفكرش بجيب له ايه بضحي له بايه انا هديك من حبي وهديك من عطائي وهديك من وقتي وهديك من مشاعري وهديك من افكاري وهديك من مساحة الشخصية اللي انا عايش بيها لو انت كمان ما بتديليش نفس العلاقة دي ونفس التوقيت ده انا بقى انسان سازج ازاي انا بحكم على حجم استهلاك مشاعري بان انا بدي بس كل حاجة محتاجة تكون فيها اخذ وعطاء لو انا تعودت دايما قدي للقدامي اللي قدامي دايما هيشوفني ان انا عارفة ان انت لا تستحق اني هتاخد وهيفضل يستهلك اعصابي ومشاعري وحبي ومدياتي ومعنوياتي لصالحه هو لحد ما يتغزى على مشاعر الالم بتاعتي بعد كده يعني احنا اللي بنحول ان الشخص اللي قدامنا يبقى مؤذي لنا في المستقبل بسبب تفرطنا في حجم اعطاءنا وحجم تضحياتنا العاطفية بس يا عمر انا بحس ان الشخصية المعطاءة دي بتبقى وراسها يعني بتبقى جينات يعني والله فيه في تلاقي راجل راجل اهو يعني هبتدي الاول بالمثل بالرجالة تلاقي راجل معطاء جدا وكريم جدا مع اهل بيته ومع ممته ومع بابا واخواته معطاء بيحب يدي ويخدمهم ويجري وراهم في اي حاجة ولو تلاقي في عزة في البلد يجري ويسافر ويجي ويروح وياخد ممته وديها للدكتور هو طبع معطاء بس فجأة بتلاقي حتى مراته اللي هو عادي يقولك دي حتى بتقومش مثلا عادي عادي بيجيب أكله كله من بار رابو عليك برافو عليك ده اللي بيحصل ما بتقومليش مثلا انت فطاني وانازل ما بتهتمش بالولاد ده معلش الديني بس ما بتهتمش بالولاد ده اقوله يعني ايه بتهتمش بالولاد ده انت حمل لها البدع يقولي والله ده انا اللي بقوا مصاحب من المدرسة هو بيعمل كل حاجة ليه دايما الراجل الكويس قوي قوي المحطاء قوي ياخد تقدير قليل قوي بص زي ما انت قلت كده الراجل الحقيقي هو بيكون راجل مسؤول بيكون راجل قادر انه هو يبدي لممته والبابا ولولاده والمراته والصحابه وكل المحيطين بيه وتلاقيش هاي المسؤولية هو حجم كبير جدا حجم المعاناة اللي هو تلاقيه بيمر بيها في يومه عشان يرتب يومه ويقدم للناس المسؤولة في رقابته هتلاقيها كتير قوي وفي الآخر اللي حواليه كلهم مفيش حد بيديله حاجة ليه بقى لانهما ضمنوا وجوده الراجل لما بيفضل يدي كتير قوي وعطاء كتير قوي اللي حواليه بيشوفون ده واجب عليه وده أمر ملزم بيه فبالتالي التقدير ليه بقى ضعيف انت مسؤول ان انت تعمل كده كتير من الزوجات اللي أزواجها بتخنها بسبب النقطة دي هما ما بيقدروش ان الراجل اللي معهم ده راجل بيعيل بجده بشكل حقيقي صح واخد بالهم منهم صح بيخاف على وقتهم وعمرهم وصحتهم وعايز ساعدتهم وعايز كل حاجة تريحهم والست خلاص ضمنت ان هو بقى في ايديها ملكته أخديته ليها فقعدت تستنى منه كل الماديات وكل المعنويات لحد ما أصبح واجب عليه تيجي هي تدي له تقدير لا خلاص من هو عارف ان هو بيقدر يتصرف وبيقدر يعمل لنفسه أكل تعايف بتتقنم ازادي يا عمر بالرجالة اللي هي بتجري وراء الولاد ويودي لدكاترة وده مش موجود قوي يعني في الحالات كلها لكن فيه رجالة كويسة قوي بتودي لدكاترة وتلاقيه متابع ابنه ويروح للمدرسة وهو اللي اجتماعات يروح أولياء الأمور والحفلات تلاقيه أول واحد واقف ودام ابنه في الحفلة أو بنته راجل مسؤول لكن أحيانا ومشاكل بتجيلي من الرجالة ان الست بقى ايه تفضل تدوس تدوس على الراجل ده وخصوصا بقى يو خصوصا وحط تحت خصوصا ديها شين خط أحمر لما تلاقي الراجل مرتبط بعياله فتيجي كل شوية تبتزه بالعيال يو عارف انه مش هيطلقها عشان خاطر العيال عارف انه مش هيهن عشان خاطر العيال الست اللي بتستخدم الحيلة الدفاعية دي بتعاني من الغباء العطفي ده بجد وضع فهي دي اللي كسبانة هي ضمن حاجة والحب مفوش ضمانات والله يا امان الحب مفوش ضمانات انت مهما كنت مسنودة وشايفة ان الشخص اللي معاك ده بيشيل وبيحط وبيراعي وبيودي وبيجيب وبيقدم كل حاجة لها لمت عارفة ليه؟ عشان في القلب مالوش وقت ومالوش سلطان في لحظة اللي بيقدم لك الكتير او ده ممكن واحدة تانية تططب عليه ممكن واحدة تانية تاخد بالها منه ممكن واحدة تديله تقديره تحس ممكن واحدة تشوفه هو في المدرسة بيجري ورا الولاد او عند الدكاترة او الكورسات او في النوادي تتلاقيه هو اللي مشغول فتتمنى ان الجزء كان يبقى كده فتبدأ تتلاعب عليه اه وممكن تفهم طبيعة الحياة لان اكتر حد بيفهم الحد اللي زيه هما الستات اه طب الستات بيفهموا ايه النواقص في الست دي هما عارفين الست اللي في البيت مقصرة في ايه الست اللي قاعدة وضمنة وجوزها بيشيل وبيحط الستات كلها بتعرف تعمل كل حاجة ومع ذلك بتيجي قدام الراجل بتنسى ان اللي هي ممكن تعمله لما تلاقي الراجل قدامها بيعرف يشيل بيعرف يقدم بيعرف يعمل فتفضل شغالة شغالة على الراجل لحد ما تستهلك وقته وعمره وتضحيات كتير يجي لتلاقي ان فيه رجالة كتير بتوصل لسن الاربعين او الخمسة واربعين وتلاقي عنده ازمة حقيقية ويقولك اصلي دي مراهقة متأخرة اصلا جوزي خني وانا وبعد عشرين سنة جواز انا بس هنرجع لحتة العطاء اه يعني هنرجع معلش تاني انا عارف ان احنا هنركب القطر انا بس عايزة اقول ده لان معظم الناس بتتهمني ان انا ان انا مع الستات ضد الرجالة فانا بقوله لك هو اعتراف من امام مختارة هو على الهوق لا فيه رجالة كتير تعبانة وفيه رجالة كتير بتضحي وبيشتغلوا طول الوقت وشايل مراته على دماغه وولاده ومسؤولية اهله واهل مراته كمان يعني انا مش بشوف بس اهله لا اهل مراته كمان فالراجل ده محتاج تقدير ومحتاج كمان عطاء متبادل لبدا ان الستات بتشتكي فيا ستات اداري ان معاك راجل كويس اداري ان معاك راجل محترم شايلك وشاي الولادك واهلك وصحابك وكل حاجة مايبقاش الراجل بقى ايه ابتزه بالعيال واللي هو لا ما مش يقدر يسيبني وقاعدة بقى يعني ضمن وجوده لان خلي بالك الراجل ده ممكن يطير في ثلاث سوايا ما انا قلتلك القلب مع لهو السلطان فيه ستات كتير انا شفت عندي حالات كتير قوي وجات لي كتير بعد ما كان راجل بتاعها ماشي على الصراط وماشي مظبوط بيطبخ ويغسل ويشير ويحط وهي عادي في التراوة خالص ده جوزي جنتيه يعني فجأة جوزها تجوز عليه فجأة جوزها خانة فجأة 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 ليه؟ لان هي مش حتى جوزها اصلا ان عنده عاطفة يستحق ويحتاج ويحتاج مشاعر الراجل اكتر حد بيحتاج للعطاء لانه اكتر حد بيقدم عارفين ضماني التليفون كده في علبة التليفون لنبا بنحطه في الدرج فانتي ضمانتي الراجل ده حطتيه في علبة الضمان وركنتيه في الدرج الاب لما بيكون بجد حقيقي موجود في حياة ولاده وزوجته واهله الراجل اللي زيه ده لازم نحافظ عليه ولازم نحتويه جدا لان في اي لحظة ممكن ينهار عاطفيا مفيش حاجة اسمها راجل ما بينهرش الراجل بينهار عاطفيا وبيعاني زي بالظبط ما الست بتعاني في اي ازمة هي بتتخطاها او بتعاني فيها او بتفضل فيها ومش عارفها تتعافي لذلك ان العطاء لو حد لعب عليه ان الطرف واحد هو اللي بيقدم في العلاقة العلاقة هتفشل آجلا سواء ستة اوراب يعني انت ضمنت عطائي ما تضمنيش مدى الحياة مفيش علاقة في الدنيا مضمونة استمرارها يا ما قصص حب كانت موجودة ويا ما ريليشن كانت شغلة صح ومرة واحدة خلصت ليه؟ في طرف منهم كان بيتعمد ان هو ياخد وما يديش يقدم وما يستناش يعطي وما ياخدش ويقولك اصلا ده حاسس ان ده دوري لا بس بيجي وقت معين يحس ان هو مستهلك احنا بشر في الاول وفي الاخر احنا بنحتاج اللي يسمعنا بنحتاج اللي يحتوينا بيحتاج اللي يحس بتعبنا ومجهودنا ومحتاج اللي يقدر عطائي اللي احنا بالزبط يقدر اللي انا بعمل ده اوفر يعني انا مش بفودة اعمل ده انا بعمله عشانك الستات بصراحة ما تزعلوش مني انتو عارفين ان انا دايما في صفوك ايو الستات اللي بتتصرف بسزاجة هي الست اللي ممكن تتخيل ان جزها ماشي دايما على الصراط الراجل مهما كان راجل وعارف اللي ليه وعارف اللي عليه في لحظة ممكن يتقلب عليك اوه تتخيلي ان انت ما بتهتمش باكله وفطاره وغداه وعشاه ولبسه وحكته وماله ونفسيته وتعبوا وتعبوا وركزي اوه تعبوا ومجهوده عشان في ستات في الظروف اللي احنا بنعاني منها النهاردة المادية الصعبة لما يكون راجل مسئول وبيعايش بيته في رفاهية وبيقدم لهم كل حاجة والموضوع ماشي معهم تمام تقول انت ما كل الناس كده ايه واعي في بيتك تقولي ما كل الناس كده ايه واعي في بيتك تقولي ما كل الرجالة بتقدم خدي بالك عشان ده نقوص الخطر اللي هيخرب حياتك بعد كده طب ليه دايما احنا عكس عكاس يعني الراجل كويس قوي اللي شايل مسئولياته وفعلا ليه مع الست مش مقدرات خالص والست الكويس قوي اللي شايلة فوق طاقتها وعملة كل حاجة بتروح مع الراجل الغلط بتروح للراجل الغلط ليه يا عمر احنا بنتجذب يعني خيط الجذب ده بيشدنا للناس الغلط عشان احنا ما بنعرفش قيمة نفسنا يا امام كل حد كويس ما بيعرفش قيمة نفسه المجتمع عوده ان ما يدولوش قيمته وما يدولوش تقديره واغلبنا كتير قوي حوالينا محيطين بينا رقم واحد في الجزئية دي مهمة جدا برافو احنا ليه بنروح للناس الغلط وليه دايما كل واحدة حلوة يروح مع واحدة غلط راجل كويس جدا يروح مع واحدة غلط هل ده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا ما بنكونش عارفين ايمة نفسنا من البداية من اهلنا ومن المحيطين بينا ومن الدايرة اللي بنتحرك فيها هم دول اللي بيبنوا جوانا الايجو بتاعنا حجم الشخصية بتاعنا اللي بيتحرك قدام الناس دي هم اللي بيهزوه بيشوفونا ان احنا قليلين ويقنعونا ان احنا لا نستحق فبالتالي احنا بنرضى باقل مما نستحق انت عايز ايه من بيوت المصرية احنا كلنا من بيوت مصرية بسيطة عايزي من بيت تيجي في بداية الحياة خالص تيجي مامتي تقولي لما اجي اختار الشبكة اختاري اقال لحاق شوفوا بقى اين يرجع كده لزمان بداية عدم معرفتنا بقيمتنا انا معاك هاستنى انا هقولك بداية عدم ادركنا بالوعي بتاع المستمع اه اول حاجة انا شفتها في حياتي والدتي الله يرحمها قالتلي ايه قالتلي اختاري قال لي حاجة في الشبكة ها هو هتختاري خاتم كبير ولا بتاع فانا طبيعي في اول خطوة في حياتي كبنت رحت اخترت ابسط حاجة في الشبكة عشان مامتي قالتلي كده طب اللي بعده البيت هو مش قادر يجيب بيتي هسا لا والدي قال لا احنا هنجيب وهنكمل وهنزبط ومش مهم خالص انا هعمل كل حاجة فبرضو دي حسستني انا لا نزلت ولا اتفرجت على حاجات في بيتي ولا لعافش جزاي انا والدي اللي قام بكل حاجة ولقيت نفسي بتجوز وانا مش فاهم حاجة اصلا الحاجات دي تعملت ازاي في البيت اللي بعده يعني دي خليه ركزوا يا بنات مسيرتنا في الجواز اللي بعده ايه بعد ما اتجوزت انا مكسوفة اطلب مصروف بيت وده حل بنات كتير على فكرة انا شفتهم برضو فاجأ قولي بابا مثلا ايه بابا انا عايز اطلب مصروف بيت انا شكلي ايه لا عيب لا اشوف انت محتاجة ايه ولو اوش قادر انا قدي غلط عشت بقى سلسلة من التطحيات اللي نهي يرات العلاقات اللي زي دي بتحكم عليها بنسبة 95% ان ما كانتش 99 كمان بالفشل وهو كالراجل كويس مهما كان كويس يعني هو كالراجل كويس بس كل الزواهر دي بواسط العلاقة احنا اللي بنعود الشخص اللي قدامنا انه هو يستبيح مشاعرنا ومادياتنا ومعنوياتنا ليه؟ لان احنا قدمنا له الحاجات اللي هو المفروض يتعب فيه الام والزوجة تركز معايا قوي في الجزء ده يلا مركزين لازم تربي ابنك انه هو يتعب عشان يبقى قب مسؤول في المستقبل وزوج مسؤول ويحترم بنات الناس في المستقبل ما تربيش ابنك على الراحة عشان تقولي اصليه ابن صعبان علي بتربي اب وزوج فاشل في المستقبل وبتربي مش سند ليكي لا بالعكس انت اللي هتكوني سند ليه وكل ام هتكبر ومش هتقدر تسند نفسها اوعى تربي زوجك على انك تساعديه وتيسر عليه الدنيا في البداية اخو ديه من البداية ضعيف فقير متوسط الحال انا مش بمانع بدا لكن يكون عنده طموح ويكون مسؤول وبيتعب ويفي زوري الكلام انا عايز اقولك زي مثل زمان كانوا بيقولوا ستاتنا جددنا كانتقول لها نتفيل وريشو اول باول عشان ما يبصش بار بص انا معاك انه ده مش صح بس لا نتفيل وريشو بقى في الزمن عشرين وربعة وعشرين اه خليه يتعب ويشأ ويصرف كل اللي في جيبه هيبقى مبسوط برجلته فمش هيبص بار بصي ده حقيقة بتنجح العلاقة دي بس في الظروف الحالية صدقيني أنا عارفة رجالة بتتدايقوا من الكلام ده عشان فلوس عارفة ليه عشان النهاردة الرجل أصلا في الطبيعة النهاردة بقى بيصرف كتير لا لا أنتم بتتدايقوا فلو الشفت مش قادرة تساعد الراجل ان هما اللي اتنين يبقى لهم هدف في الحياة يحققوا المستقبل جاي مش بعيد المستقبل دايما قريب ففي لحظة وفي غمضة عين هتلاقي الراجل تعف في حياته وما بناش مستقبل لحياته وكل أب عنده أولاد أو عنده أسرة لو ما مهدش ليهم الطريق من البداية الحياة اللي جاية مخيفة مخيفة على الجميع لأنه ما فيش حد بيضا يتعب خلينا عمري ننزل نشوف تقرير صورته كاميرا وحكا أنا ونشوف رأي الناس ايه في الشارع ونرجع تاني نكمل كلام أكيد مضحي لحد أنا بحبه زي مثلا والدي والدتي زي حدي عزة لا زي ما حدي هو في جنبي شخص مضحي بطبعي بضحي الناس اللي أنا بحبهم والناس اللي يعني اللي هما يخصوني هو بالأدم فيه مش عاش لوحديه فلازم برضو احنا بنكمل بعضينا لو ما ضحناش لاجل بعض ديني مش تستمر يعني لو الموقف يحتاج للتضحية بضحي لكن مش محتاج أو بمعنى أن أنا مثلا لو حدي قريب جدا وعنده أنا ضحي أضحي محدش بيقدر يحكم على نفسه إذا كان هو مضحي ولا مش مضحي بس أغلبية الناس فينا كتير ناس بتضحي بتضحي علشان شريك حياتك بتضحي علشان ابنك بتضحي علشان أختك علشان أسرتك أنا الحمد لله شخص مضحي ممكن مضحي علشان أولادي علشان زوجي علشان أهلي أخواتي أي حد ممكن عشان ممكن حد محتاج أي مساعدة ممكن مرضو ضحي علشانه أنا شخص مضحي وبضحي بحاجات كتير ممكن جدا علشان أبسط الناس اللي حوالي كلهم عموما يعني وأي حد بحبه كل القريبين مني وأهلي بس وانت سبقاً القدامي ما بيقدرش أو بحس باستغلال بمشي وما بصش ورايتي ولو الشخص القدامي ما قدرش تضحيتي على حسب درجة قربته مني أو قربه مني يعني ممكن أدوله فرصة لو هو يستحقها فرصة والتانية والتالتة بس لو خلاص بقى إنه إيه ما قدرش تضحيتي هيكمل عشان أولادي عشان في بني عشرة لو الشخص ما قدرش التضحية يعني ممكن أنا كني عملت حاجات كثيرة يعني ممكن في حاجات تاني ممكن تانية للعركة هتعمل بالمثل يعني زي ما هو بيعملني أنا هعمله علشان يحس بنفس الإحساس اللي أنا بحس به لما ضحيت علشانه وهو ما قدرش تضحيتي مرة واثنين وثلاثة وبعدين لازم بتديله والأول خد بالك أنا ضحيت مرة واثنين فما فيش مقابل هتلاقي هتبقى المعاملة بالمثل على طول طبعاً ضايق جداً جداً على الأقل خالص أنا مش محتاجة أي تقدير مادي أو تقدير معناوي كبير هي مجرد كلمة حلوة وأحس منه بس إنه هو قدر اللي أنا عملته ده في حد ذاته حاجة كويسة إنما ما فيش تقدير خالص أو تقليل من اللي أنا عملته لا ده طبعاً ضايق جداً شخصيتي مش بضحي أنا ممكن أساعد فهمة أعمل ده عايز عنده مشكلة أحلاء ده عايز حاجة بأضهاله إنما التضحية دي مش في قموس بصراحة ما بحبش حد يستغل حتة إن أنا طيبة ويشتغل عليها بقى ويستضعفني أو مثلاً الموضوع بقى يدخل في مرحلة إن ممكن حد يزلك بمشاعرك ففي الحالة دي طبعاً بقى بمشي طبعاً بتقلم بس بمشي يعني أهلا بكم معنا مشاهدينا مرة تانية والروح بقى مع بعض لقطر التضحيات اللي إحنا بنركبه في أول محطة ونفضل نمشي نمشي من محافظة لمحافظة من بلد لبلد لآخر العالم وبعد ما تيجي تنزل من القطر ده يقولك حد قالك ضحي حد قالك تعمل اللي إنت بتعمليه ما تشتكيش من سنين عمرك اللي بتجري وشبابك اللي راح في التضحيات والعطاء الفضيع وفي الآخر تحبطي ولقيك قاعدة لوحدك وبتقولي أصلهم قالوا لي يا ريتك ما عملتي كده قطر التضحيات اللي خلانا يعني مش معظم نسبة كبيرة جداً من الستات بتتعالج من الاكتئاب ده حقيقي أنا أكتر زواري من من اللي رجبوا القطر ده من اللي رجبوا القطر ده بدايما اللي أنا بقول لهم أنا أصلاً ترجيتي النهاردة وأنا بشتغل على السوشيال ميديا ما عادش بشتغل عشان الناس اللي بيجيلي أنا ما عادش خلاص الفئة دي خلاص كده كده عارفة أنها تعبت وضحت وقدمت عطاءات لحد ما تفرمت في الحياة بالضبط أنا النهاردة دوري أن أنا أواعي الناس اللي لسه ما جتليش ألحقهم وده دور برنامجنا وده دورنا وده دور حلقتنا النهاردة برزبط كده إن احنا نواعي الناس قبل ما يركبوا القطر ده بالضبط قبل ما حياتهم تخلص بيتعالجوا ملكتئاب في النهاردة بزبط ربنا قال في القرآن إحنا بندقى في القرآن في آية في آواء خاتيم سورة البقرة بنقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به أنتم متخيلين إن القرآن جايبها صريحة إن إحنا نقول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به فإزاي إن إحنا بنخاطب الذات الإلهية وبنقول لها إن إحنا مش عايزين نتحمل فوق طاقتنا حتى الدين الإسلامي والدين المسيحي كل الأديان بتقول ما تشاهلش نفسك أكتر من طاقة الضغط النفسي أكبر حاجة بتوصل للألم النفسي بتوصل للإحتراق النفسي أمان دي اللي بتدمر مشاعر الأنثة دي اللي بتستهلك صحتها وجمالها ونفسيتها وعمرها ووقتها مهما لبست برندات مهما عملت ميكوب وزبطت حالها جواها هيكون مطفي المطفي ده مش بسبب أن هي عمرها كبر لا خالص روحها مطفية روحها مطفية روحها عاملة زي الشمعة الشمعة تطفت الشمعة بتطفت بالضبط زي ما احنا قلنا في بداية الحالة هي عملة تبدي في المكان الغلط مع الشخص الغلط طبعا أنا دلوقتي راح أركب القطر أنا دلوقتي هو راح أتركيب القطر ابتديت ارتبطت هو خلاص ورايح أركب القطر قطر الارتباط اللي هو بدايته تطحية دايما إمان كده بتقوم دخلنا كده بالحتة المهمة هي راح أتركب القطر أنا رايح أركب القطر دلوقت أعمل ايه خلاص وكل الستات اللي جايين يركبوا معي القطر هنعمل ايه عشان ما نزلش في آخر محطة بتعالج ملك تعال رقم واحد من اللي دفع لك تيكة القطر انت برافو رقم واحد أنا اللي دفعت تسكرت القطر صح يبقى أنت اللي هتحاسبي بالنداية الرحلة لآخر الرحلة يعني تقصوا ده أنا اللي اخترت شريك حياتي ده وانت اللي اخترت الطريق ده أركب معاه القطر تمام يبقى تخلي بالك قوي على كل جنيدة فاعتفي ايه ما في التكت ده عشان تركب الرحلة دي ترقم واحد وانت جوه هتقابلي في القطر ناس ممكن عايزة تاخد دورك أو عايزة تاخد الكرسي بتاعك أو عايزة تاخد المكان بتاعك وتخليك انت تقافي طول الرحلة فانت لو وقفت طول الرحلة يا أمان هتوصلي مستهلك تعبانة وتعبانة وما بستيش على نفسك ولا شايلك ولا ستيلك ولا عمرك ولا اي حاجة اللي كان قاعد مرتاح في الرحلة واللي انت بمزاجك قدمتيه له تضحيات وتنازلات وضحيت بوقتك وتمن التكت بتاعك اللي هو عمرك وانت قاعدتي مكانك كده واستريح هو اللي وصل مرتاح وسليم وقاعد في الدرجة بتاعته المكيفة وكل حاجة أولا نجسد الشخصيات اللي أنا هقابلها في القطر يعني مثلا اللي هي تكسيد للمشاكل حلوة قوي هتقابلي الناس اللي هقابلها في القطر ممكن تكون رقم واحد أنا نية لا ممكن تكون حماتي حماتي اللي بتضيقني باهتمامها بابنها وطول الوقت حطاني في دماغها فهل أنا هقوم وقاعدها مكاني ولا هتعامل معها بعقل والسياسة ولا كأنك أخذ بالك منها رقم واحد ما تاخدش بالك من حماتك تمام وما تحطيش نفسك في انقارنا معاها هي اتجاه وانت اتجاه تاني عشان فيه ستات بتضحي زيادة لحماتك كل ست تتخيل الكلمة دي قوي تحطها بينك وصين انت عمرك ما هينفع تركاب الرحلة بتاعت حماتك صح حماتك دايما اعتبريها في رحلة غير الرحلة فانت بتعمل حاجة من عندك انت لو هتراعيها كأنها ممت بالضبط دايما نقول كده بص يا جماعة أنا مش بحرد على الحمات بس انا بفاق احنا تراحتي في قطر احنا في قطر العطاء فعشان تبتدي حياة صح لازم اقول الكلام ده يبقى رقم واحد خلي بالك من حماتك رقم اتنين الضيف اللي ممكن يديني جوه القطر الضيف ده بقى اوعي تقدميه له حاجة بالشكل اللي لا تملكيه عشان يقول عليك كلام كويس زي زي انت جايلك ضيوف البيت توفري من مستقبلك ومدياتك ومصروف بيتك عشان تظهري بالمنظر الواو قدامهم عشان يطلع يقولوا ده انت لما جينا بيتها قدمت وعملت دي من علامات الشخصيات الهشة تمام تخيالي بقى ان انت بتسعي لارضاء الغير اللي هم اكتر ناس قريبين ليكي وبتضحي بوقتك ومدياتك عشان يقولوا عليك كلام كويس عمر ما في حد يقول عليك كلام كويس وايوة هتشتري الكلام الكويس بالمديات ولا المقابلات كمان احب اقول الناس اللي سعب بيبوا في القطر اللي بينغاسوا علينا حياتنا اللي هم الصحاب الصحاب صحاب جوزي اخواته بمرتاتهم يعني اخو جوزي الارايب الارايب اه الاخ ومرته وعمي عميته يعني الارايب عايزة تعملي مسافة عايزة تعملي حل للجوز ده يعني العطاء معاهم برضو زيادة غلط بيدمر النفسية بصي عشان تحل المشاكل مع القرايب والمحيطين بيكي بالذات من اهل الزوج او اهل الزوجة خلي فيه مسافة اسمها مسافة الامان ده اساسي الاساسي والله يا جماعة اساسي مسافة الامان دي لازم بصي ماينفعش تبقيقاتك تتغدي تتلاقي تليفون جايلك من اختك اه او اخوك وتفضل تسيب ولادك او تسيب مراتك بالذات في التوقيت اللي انت هتاكل فيه عشان تسمع لمشكلة عنده بالذات اغلب المشاكل اللي بتجيلكو في بيبكو بتجيب الفقر صح وبتجيب النكد وبتستهلك طقتكم انا بشوف بنات متضمارة نفسيا بسبب انها تسمع الشكوى من المحيطين بيها ايو بتسمع الشكوى من اخواتهم ذات نفسهم بيسرقوا الطاقة طب هل كل اخواتنا يستحقوا ان احنا نضحي من وقتنا علشانهم محدش يفكر بقى ان انا هقول له النهاردة كلام يتنافى مع الدين او العداد لا خليك في حالك دايما واعمل مسافة امان ما بينك وما بين اخوك في الزمن ده انا معاك جدا ما بينك وما بينك اخوك في الزمن ده ومعاك جدا ومتضمنة جدا لان حتى الاخوات لما انا بشيل هم اخوي يا زاد عن لزوم بمشكلته مع امراته بولاده انا زي نفسي بعض عبي في مشاكل لما يجي الجزء يليني مكتئبة اصلا خلاص انا اكتأب برافو برافو بالذب يعني ياخد مني طاقة ويفضل يرغي ولا مرات اخوية تفضل تستنزفني ولما يجي وبعدين بقى ساعات ايه لو مثلا اخوية مدايق مراته ولا بيخونها ولا ليه الجزء دخل بقى من الباب بقى له ايه انت كمان بقى ايه بتعمل ايه انت من غرية بنوع بنتخيل بقى والهواجس تاخدنا ان هو زي برافو انا جماعة اللي بيعجبني في امام دايما انها مزاكرة ملمة بارض الواقع والله ده اللي بيحصل فقالا مفيش ست بتقعد في البيت تسمع مشاكل من اختها او مرات اخوها او واحدة صاحبتها الاو بتنكد على جزء هتقول لي لأ انا متخصص انا اللي بيصب عندي انا اللي بيصب عندي مفيش ست تقدر تتحمل حجم الضغط النفسي وسماع الشكوى وسماع الطاقة السلبية من المحيطين بيها وتكون سوية لمدة 24 ساعة بعدها استحالة لان انت غير متخصص استحالة فانا استحالة انا كمتخصص هديك سر المهنة انا مش هقولك انا بقعد اسمع طول اليوم انا ممكن اقعد اسمع 20 ساعة في اليوم لكن مش هتقصر 10 دقايق في الجيم خلاص الموضوع انت لا لا استحالة 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 وبعدين ساعات ممكن مثلا انا بقعد اشكر مثلا فانا قد ايه اخويا بيجيب لمراته وقد ايه فعد ميلادها مناست زكاية بقى برمي الجوزي قد ايه اخويا ممتع مراته وجيب لها وصفرها وعمل وفجأة قلاقي اخويا درب مراته مثلا ولا مثلا انت خانها فتلاقي بس انت انا قاعدة في البيت تباقولها له ازاي متربص له فتحس ايه شغلين دماغنا بكل اللي حوالينا بلا لازمة بصي السبت اللي بتكون قاعدة في البيت مسك التليفون وعملها تسمع للمشاكل رأبي صحتك النفسية ورأبي صحتك العامة وبص على شكلك في المراهة هتلاقي نفسك اقل بكتير جدا في الصحة وبالذات النفسية من الناس اللي انت بتسمع مشاكلهم من الناس اللي انت عايزة تحللهم مشاكلهم طب احنا يا جماعة بيقعد يقول له دكتور انت عايزنا نبقى قانانين اه انا عايزك تبقى قانانين قانانين مع نفسك يعني مع سعالك انا لو ما بقتش قاناني في صحتك النفسية اللي هي المحرك الرئيسي لحياتك كلها عمر حياتك ما هتبقى كويس عمر حياتك ما هتبقى كويس فانت ليه بتحملي نفسك في قطعتها واتنكدها على نفسك واتنكدها على اولادك واتنكدها على زوجك هتقول لي لا انا بقدر افصل مفيش ست في الدنيا تقدر تفصل بعد ما تسمع لمدة نصف ساعة مكالمة فيها مجاك لا استحالة استحالة طب في قطر العطاء انا قاعدة انا وجوزي في القطر وبعدين طلب مني ان انا اسيب شغلي عشان اقدر اتفرغ له فقومي من جنبي كورسي الملكة يعني انا دلوقتي الملكة اللي قاعدة جنبه وروحي واضي بعيد شوية وممكن اي حد تاني يقعد جنبي بس انت بتضحي عشاني عشان انا عايزك تسيب الشغل اوى ما تسيبش اي شغلك علشان اي راجل الراجل اللي يطلب من مراده انه هو يسيب شغله عشان تقعد في البيت تتفرغ لخدمته او لخدمة ولاده او تركز مع ولاده لازم تعرف ان المشاركة هنا عليك انتو الاتنين هي مش ام الوحيدها وانت مش هتكون اب الوحدك هي لما هتشتغل في حاجات كتير في حياتها هتختلف فلو انت هتقعدها من الشغل لعشان خدمتك او خدمة ولادك ده كلام مش منطقي ولا بتعوضها ولو حتى قلت لها ان انا هعوضك لا لو هتعوضها تعمل لها بيزنس خاص تديروه انتو الاتنين وتكونوا شرقاء فيه لكن جوا اعواضك ده بيصل اول سنة كده وبيديكي فلوس زيادة حبيتين اول سنة وبعد كده خلاص زوجته ما احتجاله يفضل يزلهم بالفلوس طول الوقت يزل امراته بالفلوس يزل ولاده بالفلوس مفيش حاجة مضمونة فلو انت ضمن الراجل النهاردة انه بيصرف وهيشيلك وهيعملك في لحظة ممكن يتقلب عليك فاوع لو انت ماشية وما اتفردتش في حق بيتك وما اتفردتش في حقه ايوة ده فيه ست بتاستغييس كلمتنا بتاستغييس في البرنامج جئت لك بعد ما عملت كل حاجة في حياتي انا لما عيت بيزلني بحق الدواء اللي بيجيبهولي يعني وضحت بشغلها وضحت بمعاشها في شغلها وبفلوسها وكل حاجة وتقولك دلوقتي بيزلني عشان يجيب لي علبة الدواء فانحنا ليه نوصل لقطر للتضحيات اللي يوصل للمرحلة فاقرنا انا بموت وانا عدل واحد او حد يزلني يجيب لي دواء اي ست سندة ظهرها على شغل وحط النفسها ترجط في حياتها طب اخر حاجة او عيت سيبي دينا العطاء المعقول يعني في دقيقة يعني تابس كده ازاي ابقى معطاقة بس بشكل مقبول لنفسي وللغير عشان تبقى معطاقة بشكل سوي لازم تعرفي امتك قبل اي حد تبقى انانية لمدة ست شهور لسنة وبعدين تغربل المحيطين بيك الانانية هنا اللي هتخليك بعد الست شهور او السنة ومحدش تستغرب من المدة المدة دي اللي هتكشف حقيقة جوزك وولادك واقرب الناس اللي انتي بتقدمي لهم انت لما هتبقى انية هتكشف الوشوش على حقيقتها هتكشف الحاقت والحاسد والمؤذي والنرجاسي والاناني واللي كان بيفكر في حكته هو قبل حكتك في مشاعره هو قبل مشاعرك لكن لو ما عملتش المدة بتاعة العزلة والمسافة ما بينك وما بين المحيطين صدقيني هتعيش طول عمرك سازجة ضعيفة يبقى رقم واحد اعرف نفسي الاول تعرفي امتك اعرف ايمة نفسي الاول رقم اتنين ادي مهلة لنفسي ست شهور لسنة في بداية الارتباط اغربل الناس اللي حوالي بالزبط طب انا هغربل الناس اللي حواليه ليه عشان مرضاش منهم باقل مما تستحق دي رقم تلاتة لما انت هتغربل الناس اللي حواليك هتقدري تعرفي امتك من البداية كانت تستحق ان انت كنت تبقى موجودة مع المحيطين دول او لا انت كنت بتدي في المكان الغلط ولا لا احنا دايما ماشيين وعايشين في اللامة الكذابة ايوه بنبقى دايما عايشين ومفكرين ان احنا مع العزوة ومع السند ومع الدعم والله للأسف الاقارب والصحاب واكتر الناس قريبين لنا هم اكتر ناس حقدة ومؤزية وحزدة وبص على عيشتنا وبتقارن حياتهم بحياتنا وبصين في الرزق وفي المال وفي الصحة وفي الولد ولو انا كلامي غلط بص على حياتك ودي لنفسك فترة بص على نفسك وشوف انت من يوم ما عرفت المحيطين بيكي حياتك شكلها عامل ازاي واتغيرت للأفضل ولا حياتك وقفة مكان والحياة دايما الوقفة لمكانها تبقى حياة ميتة الله حقيقي يعني كلامك شابوية عمر والله على كلامك وبشكرك جدا شكرك حقيقي وقد ايه كلامك بيفيدنا وبيفيد السادة المشاهدين كلهم انا مبسوط ان انا معاك عشان دايما بتخلي الدماغ كده تقل شكرا يا عمر مشاهدينا يعني اخر كلمتين حابة اقولهم طبعا ما فيش اضافة بعد عمر شليل بس اضافة نفسية انتوا عارفين لازم اقول رأيي في الاخر حقيقي يعني موضوع الغربالة ده انا هبتدي نطبقه مع ناس كتير قوي بس هو فعلا لو اتطبق من بداية حياتنا الزوجية من بداية ارتباطنا كان زماننا وفرنا على نفسنا عمر كتير وسنين عمر كتير ضاعت مننا اقرب الناس دايما لينا واقرب الناس اللي مستفدين من عطاءنا بما ان احنا هاردة بنتكلم على عطاء اكتر ناس بديهم اكتر ناس بيحتم بيهم اكتر ناس بضحي عشانهم هم اكتر ناس بيوجعوني ووجعوني اكتر ناس خربوا بيتي هم اكتر ناس كانوا واكلين شربين ايمين نايمين جنبنا ومعانا فنخلي بالنا قوي ان ما فيش حد بيتمنى الخير لغيره معظم الناس الا من رحمة ربه يعني 80-90% من الناس اللي حولينا هي مش عايزين يحسن منها فعمرها ما تقول في دهري كلمة حلوة مش عايزين يبقى احسن منها مش عايزة يبقى جوزي احسن من جوزها لما بعد اتكلم على جوزي وبيعمل وبيعمل تبقى الغيرة قاتلة فيه غيرة وفيه سواد وفيه غل رهيب بقى في الناس فنختار الناس اللي حولينا ونختار ندي عطاءنا وكرمنا لمين مش كل حد في الحياة استاهل عطاء مش كل حد قريب مني يستاهل كرمي لا انا الاول انا الاول ايمان الاول الست انا اللي بكلم انت بكلمك انت انت الاول ابقى معطاقة مع نفسي الاول وكريمة مع نفسي ألبس وكل يعجبني والبس لي عجبني واروح اشتغل وانجح ابقى انا بدلع نفسي الاول وبعد كده قدل حوليه اللي يستاهل لكن جو الشامعة التي لتحترق دي خلاص مابقاش فيه شامعة كل واحترق اختاري تدي المين وعطائك يبقى المين واختاري نفسك الاول مش عيب مش عيب احنا تربينا ان احنا ما نختارش نفسنا انا عارفة غصبنا عنوكو يا بنات احنا تربينا كده بس خلاص 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 الجيل ده خلص اتربي بقى دلوقتي وعي نفسك ان انت الاول ثم الاول ثم الاول ثم الاخرين ترتاحي اشوفكم الحلقة الجاي على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة